أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في هذا المجلس الأخير من سورة الرعد يقول الله جل جلاله وتقدَّست أسماؤه مبينا مكانة القرآن العظيم ومنزلته يقول تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال فأذهبت عن وجه الأرض أو قطعت به الأرض أي شققت فجعلت أنهارا وعيونا أو كُلِّم به الموتى فقاموا من قبورهم التقدير لكان هذا القرآن لكان هذا القرآن كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فحُذِفَ الجواب للعلم به حُذِفَ الجواب للعلم به بل لله الأمر جميعا أي في هذه الأشياء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل كما قال سبحانه والأمر يومئذ لله وقال جل وعلا ألف لام ميم ولبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد فله جل وعلا الحكم وله الخلق وله التقدير ما شاء فعل وما شاء لم يفعل لا يُسأل عن ما يفعل وهم يُسألون أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا قال الطبري الصواب أن تأويل ذلك أَفَلَمْ يَتَبَيَّنْ وَيَعْلَمْ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ عَلَى ذَلِكِ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أي أَفَلَمْ يَتَبَيِّنْ وَيَعْلَمْ الَّذِينَ آمَنُوا وعلى هذا جميع المفسرين وهنا يقول أفلم يعلم ويتبين الذين آمنوا وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا من المشركين طمعوا أن يفعل الله ما سألوا فيؤمنوا فنزلت أفلم يأس الذين آمنوا ويحتاج البحث بالنسبة للأسباب النزول أنا لا أذكر إلا ما صح سنده لذلك هذا مما لم يصح سنده لكنه ذكر هكذا ومعنى الآية واضحة يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعني كأنهم يتمنون إيمان هؤلاء فقال الله فلم يتبين ويعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله جل وعلا لهذا الناس جميعا لكنه جل وعلا له الحكمة البالغة في هذا يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء وكلها بحكمة وعلم وعدل فمن كانت نفسه قابلا لهداية هداه الله وهذا فضل من الله جل وعلا عليه ومن كان معرضاً فإنه يضل ولا يهلك على الله إلا هالك أفلم يأس الذين آمنوا أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً كما قال سبحانه ولو شاء ربك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذه حكمة الله جل وعلا فمنهم شقي وسعيد ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وأعمالهم الخبيثة فتكون الباهنا بما صنعوا تكون سببية حسنت قارعة أي نازلة وداهية تقرعهم من أنواع البلاء أحياناً بالجدب وأحياناً بالقتل وأحياناً بالأسر وأحياناً بنقص البركات وموت المواشي ولا يزال الذين كفروا سبحان الله جاء الفعل لا يزال يعني كأن الآية كان نزلت الآن سبحان الله يعني الآن لو لاحظت اللي يجري مثلاً بامريكا على سبيل المثال امريكا فقط اللي يبدو من الأخبار وما يخفى أعظم فيضانات أعاصير حريق غابات حرائق الغابات انهيار الاقتصاد كل هذه قوارع ونوازل نوازل لا يزال لا يزال سبحان الله كأن الآية نزلت الآن تفشي أمراض ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ما قال أصابتهم وانتهت لا تصيبهم تصيبهم بما صنعوا بكفرهم وإعراضهم وعطوهم وتجبرهم وظلمهم لعباد الله وأذاهم للمسلمين وأذاهم لمن يعبد الله وحده ولا شريك له لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم أحياناً القارعة والداهية والمصيبة تحل قريباً من دارهم وقيل أو تحل أي تنزل أنت يا محمد بنفسك قريباً من ديارهم حتى يأتي وعد الله اللي هو يوم القيامة وقيل الفتح والنصر وظهور النبي عليه الصلاة والسلام ودينه إن الله لا يخلف الميعات يعني الآن لتأمل بمناسبة ذكر ما ذكرت قبل قليل لتأمل سبحان الله كيف أن الله جل وعلا جعل جزيرة العرب آمنة لكن قريباً كان زلزال زلزال أيش اليابان قريباً وقبله تسنامي حق أندونوسيا ثم الحرائق التي تحترق دائماً في أستراليا يعني سبحان الله بينما جزيرة العرب المهد الرسالة أرض الإسلام التي فيها بيت الله الحرام الكعبة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقبره الشريف جعلها الله آمنة وطمئنة لا زلازل لا فيضانات لا حرائق أو لم يروا أننا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء قال إبراهيم الخليل عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ثم إن الله لا يخلف الميعاد وكان الكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل الاستهزة فأنزل الله تسلية للنبي عليه الصلاة وملاحظ أن الآيات فيها تسلية وعيد وعيد على الكفار لأن آيات مكية ثم قال تعالى ولقد استهزأ أيضاً تسلية التسلية اللي قبلها إن الله لا يخفر من معداد تسلية لكن أيضاً ولقد استهزأ برسول من قبلك كما استهزأوا بك وهذه كما أن تسلية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلنا فيه أسوة حسنة تسلية لكل مؤمن ومؤمنة من عباد الله على وجه الأرض يؤذى في دينه ويضطهد ويسخر به إما من أهل بيته أو عشيرته أو قوم أو غيرهم نقول لك أسوة وقدوة في إمام المتقين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله بل والرسل من قبله ولقد استهزأ برسل من قبلك قال الله مهدداً فأمليت للذين كفروا أمهلتهم وأطلت لهم المدة ومنه سمي الليل والنهار أمليت سمي ما عمركم سمعت كلمة الماء الملوان الملوان يطلق على الليل والنهار الملوان يقول صلى عليه الله ما دام الملوان فأمليت أمهلتهم وأطلت لهم المدة ومنهم الملوان وهم الليل والنهار ثم أخذتهم عاقبتهم في الدنيا عاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بعذاب النار فكيف كان عقاب يعني كيف كان عقابي لهم كان شديداً مؤجعاً فكيف كان عقاب كيف كان عقابي لهم شديداً ومؤجعاً آيات عجيبة فيها تهديد ووعيد شديد يناسب ما فعله هؤلاء الكفرة ثم قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما عملت جوابه موجود ولا محذوف محذوف تقديره كمن ليس بقائم بل هو عاجز عن نفسه هل يستوي من هو قائم وحافظ ورازق وعالم ومجازي كل نفس بما عملت فسكت عن الجواب لأنه معروف من هو اللي قائم على كل نفس ما كسبت وحافظ ورازق وما من دابة في الأرض إلا علي رزقها الله جل وعلا أفمن هو يعني هل يستوي الآن رب العالمين جل جلاله تقدس تسمى كيف تسوون بهذه الأصنام الضعيفة العاجزة التي ما تستطيع تجلب لنفسها شيء فضلا أن تجلب لعابديها شيء أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كما قال سبحانه وتعالى في السورة هذه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أضرب عن الجواب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ثم قال وجعلوا لله شركاء مرة أخرى إعادة في التوحيد وإبداء في التوحيد وتحذير من الشرك لأنه شر الأعمال الشرك وأفضل الأعمال التوحيد وجعلوا لله شركاء قل سموهم بينوا أسماءهم أو صفوهم ثم انظروا هل هم أهل أن يعبدوا ولا لا وجعلوا لله شركاء قل سموهم قل سموهم أم تنبئون الله جل وعلا تخبرونه بشيء لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول فإنه لا يعلم نفسه جل وعلا شريكا ولا في الأرض إله غيره جل وعلا أم تتعلقون بظاهر من القول مسموع وهو في الحقيقة باطل كقولكم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة أو بزائل من القول بل زين للذين كفروا مكرهم يعني كيدهم شركهم كذبهم على الله وصدوا عن السبيل يعني صرفوا عن الدين القيم عن الحق ومن يضلل الله فما له من هاد من يضلل الله بخذلانه جل وعلا إياه فما له من هاد يهديه ثم قال تعالى وهذه الآية كما قلنا في الآية السابقة ولا يزال الذين كون تصيبهم وصنعهم كانت نزلت الآن هذه الآية اسمع قول الله لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقوا وما لهم من الله من واق منهم الذين لهم عذاب في الحياة الدنيا الكفار كما قال تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ألا يوجد في الأعم الأغلب حوادث الانتحار ألا توجد نسبة كبيرة نسبة الانتحار الكبيرة بين الكفار بلى بل هي الأصل عندهم هذا نوع من عذاب الحياة الدنيا أضف إلى ذلك ما قلنا قبل قليل من الزلازل والبراكين والفياضانات والأعاصير التي تنزل بهم ولو لم يأتي إلا قسوة القلب في عذاب قسوة القلب عذاب والله جل وعلي يقول وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور قسوة القلب عذاب لهم عذاب في الحياة الدنيا وقد يكون عذابهم بالقتل والأسر بأيدي المؤمنين ولا عذاب الآخرة أشق يعني أشد وما لهم من الله من واق ما لهم من مانع يمنعهم من العذاب قال الله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة كما قال سبحانه ولله المثل الأعلى يعني الصفة العليا تجري من تحتها الأنهار أي صفة الجنة التي وعد المتقون أن أنهارها تجري من تحتها وهذه الأنهار تجري في غير أخدود أنهارها في غير أخدود إن جرت سبحان ممسكها عن الفيضاني تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم أي لا ينقطع ثمرها ونعيمها كما قال جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وظلها أي ظلها ضليل لا يزول وقد ثبت بالحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها قال تعالى وظل ممدود وظل ممدود وقال جل وعلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا تلك عقب الذين اتقوا أي هذه عاقبة الذين اتقوا يعني الجنة صارت عاقبة المتقين وعقب الكافرين النار وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يعني القرآن وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفرحون بما أنزل إليك من القرآن ومن الأحزاب يعني الكفار الذين تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهم اليهود والنصارى من ينكر بعضه هذا قول مجاهد وقتاده وقال الآخرون كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن في الابتداء فلما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة فلما كرر الله ذكره في القرآن فرحوا به فرحوا أن الله كرر ذكر الرحمن في القرآن فأنزل الله الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعض يعني من مشرك مكة من ينكر ذلك كما جرى في صلح الحديبية لما أنكروا اسم الله الرحمن وقالوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة قال تعالى وإنما قال هنا بعضه لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد الله إليه أدعو وإليه مآب إليه مرجع ثم قال جل وعلا كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب كذلك أنزلنا إليك الحكم والدين عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربية وقلنا إن القرآن الكريم هو أول كتاب عربي لم يسبقه كتاب سابق القرآن الكريم أول كتاب عربي ما سبقه كتاب عربي أنزلنا إليك الحكم والدين عربيا نسبة إلى العرب لأنه نزل بلغة العرب فكذب به الأحزاب وقيل معنى الآية كما أنزل الله الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا عليك الكتاب يا محمد حكما عربية حكما عربية كما في أول سورة يوسف إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ولئن اتبعت أهواءهم في الملة أو في القبلة أو في أي أمر كان بعدما جاءك من العلم وعطاك الله جل وعلا هذه الشريعة ما لك من الله من ولي ولا واق يعني ما لك من ناصر ولا حافظ كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحاقة ولو كما قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا الله قال في سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير يعني ضعفنا عليك العذاب في العياد وضعفنا عليك العذاب في الممات في الآخرة ثم قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية يعني ما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون بل هم كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون ويمرضون ويموتون وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب هذا ممكن يكون ردا على قولهم في الآيات السابقات ماذا قالوا لو لا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ممكن هذه الآية تصلح ردا عليهم ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله كما قال جل وعلا في آية أخرى قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ليست مهمة أن يأتيكم بالآيات أنا مهمتي النذارة فقط تبشير وإنذار بيان الحق بيان عبادة الله وحده ولا شريك لا التحذير من عبادتي ما سواه لكني أنا لا أأتي بآية إلا بأمر الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وهنا قال وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أمر لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فيه لكل أمر قد قضاه الله جل وعلا وقدره كتاب قد كتب فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقد اختلفوا في معنى هذه الآية فذهب سعيد بن جبير وقتاده إلى أن معنى الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه يعني تكون الشرائع نوعان نوع ينسخ ونوع يبقى نوع ينسخ ويبدل بغيره ونوع يبقى على قول سعيد بن جبير وقتاده وقال ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة يعني فإنها ثابتة طي ما هو أم الكتاب أم الكتاب ما هو أحسنت اللوح المحفوظ وقيل معنى الآية إن الحفظ يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم فيمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب مثل قول الإنسان أكلت شربت لبست كذا هذا ما في ثواب ولا عقاب إذا كان حقا ويبقى ما في الثواب والعقاب وجاع عن ابن عباس هو الرجل يعمل بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ظلالة فهو الذي يمحو والذي يثبت والذي يثبت الرجل يعمل بطاعة الله فيموت وهو في طاعة الله عز وجل فهو الذي يثبت وهذا على قراءة قراءة بعض القرى يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني يثبت بعض عباده ويزيغ بعض عباده وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورة هذه الآية الكريمة تبين أن جميع ما يعمله الكافر من صلة أو صدقة أنه لا يقبل حتى يسلم كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن حتى إذا جاء لم يجده شيئا وعنده أم الكتاب أصل الكتاب هو اللوح المحفوظ هذا لا يبدل فيه ولا يغير لا يغير فيه ولا يبدل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ثم قال تعالى وَإِمَّا نُرِّيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ قبل وفاتك وَإِمَّا نُرِّيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ يعني من العذاب أو نتوفينك قبل ذلك على كل الأمرين فإنما مهمتك تنحصر في شيء واحد ما هي؟ فإنما عليك البلاغ ليس عليك إلا ذلك وعلينا الحساب الجزائي وما القيامة فمهمة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست انتظار عذابهم وليست إرغامهم على الإيمان أو إكراههم عليه إنما مهمة تبليغ كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقال جل وعلا إنما أنت نذير وقال إنما أنت منذر هنا وقال إنما ليس عليك أوداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال فذكر إن نفعت الذكرى وقال فذكر بالقرآن من يقاف وعيد وعلينا الحساب أولم يروا يعني أهل مكة الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ننقصها من أطرافها قال أكثر المفسرين المراد منه فتح ديار الشرك فتح ديار الشرك بالإسلام فإن ما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك ما يزيد من ديار الإسلام إذا فتح المسلمون بلدا من البلدان ودخلها الدين الإسلامي صارت الآن بلد إسلام فما زاد في بلاد الإسلام نقص من بلاد الشرك أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال أكثر المفسرين أن المراد منه فتح ديار الشرك فإن ما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك يقول تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فنفتحها لمحمد صلى الله عليه وسلم أرضا بعد أرض حوالي أرضهم أفلا يعتبرون أفلا يتعظون والإسلام يزحف إليهم يأتيهم هكذا ومع ذلك ما يتعظون ولا يعتبرون هذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة وقال قوم من المفسرين قولها ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها خراب الأرض خراب الأرض معناه يعني هنا معناه أولم يروا أن نأتي الأرض فنخربها ونهلك أهلها أفلا يخافون أن نفعل بهم ذلك كيف تخرب الأرض بالتدمير والنسف كما فعل بقرى قوم لوط وكما فعل بالأرض في عهد نوح بتخريبها الله على كل شيء قدير وقال مجاهد وقال مجاهد خراب الأرض قبض أهلها وقال عكرمة قبض الناس يعني موتهم وقال جماعة نقصانها موت العلماء موت العلماء بقبض العلماء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا ولا شك أن نقص أن موت العلماء أنه مصيبة عظيمة على أهل الإسلام والله يحكم لا معقب لحكمه لا رد لقضائه ولا ناقض لحكمه وهو سريع الحساب فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا وهو سريع الحساب فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا يعني يجمع لهم بين حساب الآخرة سوف يحاسبوا حسابا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق من نوقش الحساب عذب يدقق عليهم وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم يعني من قبل مشرك مكة فلله المكر جميعا عند الله جل وعلا جزاء مكرهم وهو خالق مكرهم جميعا بيده الخير والشر والنفع والضر يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وفي قراءة أخرى وسيعلم الكافر لمن عقب الدار يعني عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعني إني رسول الله إليكم ومن عنده علم الكتاب يريد مؤمن أهل الكتاب فإنهم يشهدون أيضا على ذلك وبثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن عنده علم الكتاب يعني ومن عنده علم الكتاب يشهد قل كفى بالله شهيدا هم الآن ينكرون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا يشهد أن الله أرسلك وأيضا ومن عنده علم الكتاب يشهد بذلك قال الشيخ بن سعدي وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين فإنهم يشهدون فإنهم يشهدوا منهم للرسول عليه الصلاة والسلام من آمن واتبع الحق فصرح بتلك الشهادة التي عليها يعني بعضهم يشهد كما جاء الحبر من أحبار اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني أسمع بأذني فسأله فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بجواب أسئلته فقال صدقت وإنك لنبي ثم مشى ما استفدت صدقت وإنك لنبي ومشى ما أعمل ولا واستفدت ومن كتم ذلك فإخبار الله جل وعلا أن محمد رسولاً إخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره الله أخبر أنهم يشهدون سكت عنها وإنما أمر الله جل وعلا باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن هم اللي يعنيهم الأمر هم أهل أهل الكتاب بخلاف الأميين من مشرك العرب فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ولعدم معرفتهم أما أولئك ولهذا حتى الآن تجد في بعض الأخبار الواردة أنه حتى مشرك قريش أحياناً يلجأون أهل الكتاب ويسألونهم عن أشياء يقول محمد يخبرنا بهذا ما رأيكم هل هو صادق ولا لا وأحياناً والعياذ بالله يفعل اليهود الأفاعيل من الشر كما فعل كعب بن الأشرف لما قال للمشركين أنتم أفضل من محمد أنتم تصيلون الرحم وتطعمون الناس وهو قطع الأرحام وأبعدهم وقد أنزل الله في هذا قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفرو به ويريدوا الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً فهم يقولون للذين كفروا أنتم أهدى سبيل أهدى سبيل وأفضل من هؤلاء وهذا نهاية ما يكون من الضلال نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم عن مبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر